اشتركوا في القناة لأول قناة معانا اللي محتواها عن واحدة من احلى نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا انا وهي الاكل والقناة دي اسمها دافوري بيست او الوحش الاكيد زي ما بيسميها صاحبها كيكو الاسيودي المميز في القناة ان كيكو بيفرجنا الاول على المطعم وشكله من بره ومن جوه فيه حمام ولا لأ واللي فيه ناس بتفكر ان ده شيء عادي او ملوش لازمة لكن بالعكس ده شيء مهم جدا اننا نعرف المكان اللي هناكل فيه قبل من نروح عليه كيكو كمان بيجيب لنا المينيو كامل ما شاء الله بتاع المطعم بالاسعار بالتفصيل ومكونات كل طب كمان بيعجبني انه بيقول رأيه بكل صراحة ولكن كمان بيعجبني بانه دايما بيقول انه ممكن يعجبه لكن ما يعجبناش او العكس لان الاكل ازواج بيانب كمان انه بيعمل مقارنات في البيت بين المطعم وبعضها او بعض المنتجات من الاكل والشرب وبالرغم من انه احيانا بيكون عذاب ليه في بعض الاحيان لانه انا مقيم في دبي اللي فيها طبعا اكل مصر كتير ولكن في بعض الحاجات اللي ما بتكونش موجودة بنفس الطعم او مش بتكون موجودة خالص فيه ناس ممكن تقول طيب ما فيه قنوات كتير بتعمل النوع ده من المحتوى اولناك صعب انك تلاقي حد الكيكو بيطلب المينيو كامل لدرجة ان الفيديوهات دي اصارت فيها بحيث اني اخدت طيارة واروح على مصر مخصوص عشان نفسي راحت على اجلات معينة ومش بتكون بس موجودة اللي في مصر شكرا يا كيكو على المحتوى الجميل والمفيد والموجود الكبير اللي بتبزله فيديوهات السلام عليكم انا محمد الكعبي وهذا بيت المتنقل رادي ودي بتكون الدخلة المعتادة لتاني قناة معانا اللي محتوىها عن واحدة من اجمل الحاجات اللي الواحد بيستمتع بياه في حياته الاوية السفر والقناة دي اسمها UEE Skills زي ما بيسميها صاحبها محمد الكعبي من دولة الامارات العربية المتحدة الحبيبة البلد اللي انا مقيم فيها تقريبا نص عمري ولكن محمد هنا بيسافر وبيتلقل بطريقة مختلفة وفريدة من وجهة نظر واني اي عن طريق البيت المتلقل او الكاروان وده بصراحة شيء من السهل خالص وسوصل انه قرر يسافر ويلفه اوروبا بالكاروان بتاعه بدءا من الامارات هو اكيد شيء ممتع بس برضو مش سهل خالص ودائما بيقابل عقبات ومغامرات وحاجات تانية كتير خلال سفر الاستفادة من خلال قناة UEE Skills بالنسبالي انه من خلال الفيديوهات بشوف ثقافات وحضارات مختلفة وانا انا في بيتي بعرف علومات مهمة عن البلاد الاجنبية بعرف اذا كنت فكرت في يوم من الايام اني اسافر بالطريقة دي او باي طريقة تانية معلومات وحاجات عن البلاد الاجنبية دي بيعجبني كمان في محمد الكعبي انه انسان بسيط مثقف نبق في كلامه اسلوبه مهذب واخد الامور ببساطة وسلاسة كده شخص لما تتفرج عليه تحسه كده شخص حبوب وعنده كمان حسه فكاني لزيز لاني كمان اعتقد انه جيمير وكان يعمل فيديوهات كوميدية ده بجانب انه كمان عشان اماراتي لهجته كمان حلوة جدا لاني بحب جدا اللهجة الاماراتية او الرمسة مثل ما يسموها اهل الامارات مشكور اخوي محمد على مجهودك وتعبك عن فيديوهات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي بتكون الدخلة المعتادة احيانا في فيديوهات قراط المصارع اللي بسميها صاحبها كابتل محمد مصطفى واللي محتوى يعني هينقسم عليها ناس كتير جدا ما بين هلية ترى هي حقيقية وان التمثيل الاوية مصارعة المحترفين وعلشان تعرف الاجابة الصحيح على السؤال ده لو انت من محب المصارعة او حتى من باب العلم بالشيء فامضل شيء دي انك تتفرج على القناة المصارع وتسمع تحليلات كابتل محمد مصطفى من الفيديوهات بتاعه بالنسبالي انا علي طين ان مصارعة المحترفين رياضة مش سهلة ابلة ومش تمثيل هي صحيح بتكون سكريبتت او بناء على السيناريو متفق عليه ولكن الضرب بيكون حقيقي وبيتعمل بطرق مدروسة وبناء عن تدريبات لفترات طويلة جدا ولكن بيحصل فيها اوقات كتير جدا اصابات خطيرة بمعنى ان الرياضة دي مش لاي حد ومش تمثيل اللي بيعجبني في كابتل محمد مصطفى اولا انه رمي فاهم مصارعة جدا وعلى دراية تامة وشاملة لجميع انواع الحركات والسيناريوهات فعلى المصارعة المحترفين ده غير تاريخه الطويل كمعلق على المباراة المصارعة في التلفزيون من فترة فات وعلاقاته بعدد كبير جدا للمصارعين العالمين اذا كانوا من WWE او AEW او TNA وغنوم كتير من الاتحادات الغريب في الموضوع بالنسبة لي ان انا مش من محبي اني اقعد اتصرر على فيديو بس مباشر كامل ممكن يوصل لساعة او اكتر ولكن بالنسبة لكابتن محمد مصطفى انا فعلا ما عنديش مشكلة نهائيا اعود اتصرر على الرجل ده المدة دي كلها ويمكن ابتر كمان وده لانه فاهم كويس جدا مصارع وعنده حس عالي جدا ولبط في التعامل مع الاسئلة اللي بتتوجه له خلال البس المباشر شكرا كابتن محمد على مجوداتك في فيديوناتك وكمان على قناتك التانية المصارع الكلاسي اللي هي اكتر من روعة تحياتي لحضرتك حياكم حليل مستر مواتر ودي بتكون الدخلة الموتادة لفيديوهات قناة مستر مواتر زي من بيسميها صاحبها سمير واللي بتعمل محتوى عن حاجة من الحاجات اللي كانت تعتبر في وقت من الاوقات من الكماليات ولكن حاليا اصبحت من اهم الاساسيات في حياتنا الا وهي السيارات سمير مقيم في دولة الامارات العربية المتحدة على حد علمي من المشاهدة فيديوهات قناة اللي بيعجبني جدا في سمير انه مختلف تماما عن بقية القنوات اللي على اليوتيوب اللي بتقيم السيارات وده لعدة اثبات منها على سبيل المثال وليس الحص اولا طريقة بداية الفيديو اسلوبه في الكلام والبساطة اللي بتكلم بيها هتخليك تتفرج حتى لو انت مش بتحب السيارات كمان طريقة التصوير مميزة جدا ومختلفة من وجهة نظري ده كمان بجانب انه بيختار اماكن مميزة جدا يصور فيها اللي دايما في معظم الاحيان بتكون فضية تماما وده مفيد جدا ليه كمشاهد عشان ما يكونش فيه اي عوامل تشتيت تانية خلال مشاهدة الفيديو سميل ما شاء الله عليه كمان عمل فيديوهات عن سيارات كتير جدا من جميع الاشكال والانواق اذا كانوا بيشتغلوا بالوقود العادي او بالكهراء من اكثر الحلقات اللي عجبوني انا شخصيا هم حلقات الهيل داي فلوستر والرامب لان دول سياراتي الخاصة وبصراحة كنت مستمتع جدا وان بتفرج عليهم شكرا سميل على فيديوهاتك الجميلة والمفيدة واتمنى باذن الله تعالى انك توصل لهدفك المليون المشترك باذن الله حلقة جديدة في الملوخية ودي بتكون الدخلة المعتادة لقناة في الملوخية والاسم بصراحة مميز جدا واللي كل ما بسمعه دايما بيفكرني امتنط حاجات خلينا نشوفه مع بعض لا الملوخية صحر حلوة جوزك بيشتغل فين في الملوخية وده زي ما بيسميها صاحبها محمد جويلي واللي محتوها عن شيء ما نستغناش عنه في حياتنا نيائية وبنغيره بصراحة الحياة هتبقى صعبة جدا واللي هو طبعا الحقيقة قرات في الملوخية بتعمل محتوى كوميدي انا شخصيا ما شفت ازايه خالص في الوطن العربي وهو بيكون عن غلطات الافلام الحقيقة محمد جويلي عنده حس عالي جدا في انه يقدر يتعرف على الغلطات في الافلام بسهولة جدا وده شيء مميز جدا بصراحة ولكن الشيء الملفت للانتباه في محتوى القناة دي من وجهة نظري هو مش بس غلطات الافلام ولكن هي طريقة تناول او سرد او عرض محمد نفسه للغلطات دي واللي سبحان الله عبده مشاء الله كارزمة غير عادية بمعنى ان النجم الاول للقناة هو محمد جويلي نفسه في المقام الاول بعدين ييجي بعدها المحتوى نفسه الراجل ده فعلا كفيل انه يخرجك من مود هموم الدنيا خلال فترك وشهدتك لفيديوهاته ويخليك فعلا تضحك من قلبك في زمن الصراحة بقت الكوميديا تعتبر فيه شبه منعدمة لان بصراحة الكوميديا اللي موجودة حاليا اليومين دول الكوميديا تفهى وملهاش اي معنى شكرا يا محمد بجد على الفيديوهات الجميلة دي وربنا سبحانه وتعالى يوفقك وتسعد ناس اكتر واكتر وبكده باتمنى يكون عجبكو فيديو النهاردة ولو عجبكو الفيديو ياريت شاركو الفيديو وتشتركو في القناة وتعملوا لايك اذا تقرمتم وبشوفكم من المرة الجانية ان شاء الله ومع السلام ترجمة نانسي قنقر